يعني استفهام كلي يعني استفهام كلي ايه هو السؤال اللي اجبته واحدة من ثلاثة وي نو سي ايوة لا بنا يعني استفهام كلي هو سؤال بتسؤال على الجملة كلها بتاخد الجملة كده على بعضها وتقوم سائل عليها السؤال السؤال ده موجود بالعربي وبالانجليش في العربي سؤال الجملة اللي اولها هل يا اما نعم يا اما لا طب لو بالانجليش السؤال لازم يكون اجابته يا ياس يا نو نفس السؤال بالفرنسي اسمه سؤال كلي لانك بتسأل السؤال على كل الجملة مش على جزء من الجملة باختصار السؤال الكلي هو السؤال اللي اجابته واحدة من ثلاثة وي نو سي ايوة لا بنا طيب عشان تكون الامور اسهل وابسط وده بتعمل مشكلة لبعض الناس ركز معايا كويس جدا الاول هنقسم السؤال ده النوعي كيستيون بوزيتيف كيستيون نيجاتيف سؤال مثبت وسؤال منفي هنبتدي بالكيستيون بوزيتيف السؤال المثبت السؤال المثبت لشكل من ثلاثة وده مرة علانة قبل كده ممكن السؤال الواحد لثلاث أشكال ممكن يقول عن طريق اللهجة ان احط لك الجملة زي ما هي فاعل فاعل مفعول بس بدل ما حط نقطة بحط علامة استفهام ده اسمه طريقة اللهجة يعني ممكن نقول لك جملة زي أنت تريد الزهاب الى السينما الجملة آخرها نقطة بقت هنا جملة طيب شلت النقطة وحطيت علامة الاستفهام وقوم ايلك اللي انت خطبه لك طريقة اللهجة اللهجة تغيرت نبرت صوتي عليت في آخر السؤال وحطت علامة استفهام ده اسمه سؤال باللهجة بمعنى هل تريد الزهاب الى السينما دي الطريقة الاولى الطريقة التانية من السؤال ان هي المأس او الاقلاب بتجيب الفرب المتصرف بتحط شرطه وتجيب الفاعل بعدي هل تريد الزهاب الى السينما الطريقة الثالثة والسهلة هي السؤال باسك باخد السؤال الاول زي ما هو وحطه قدامه اسك هل تريد الزهاب الى السينما الثلاث صور سؤال مثبت يعني ما فيهوش نو و با غير منفي طالما السؤال مصبت يبقى عندك إجابة من اثنين ياوي يانو مالكش اختيار تالت ممكن قول ممكن قول جايم لسيني هنا قلت بقول بعد أي حاجة تدل على نفس المعنى اللي في السؤال تحب تروح السينما ممكن قول لك أيوة أحب أروح السينما أيوة بحب أشوف الأفلام في السينما وصلت الفكرة يبقى وي وأي إجابة منطقية تؤدي نفس المعنى اللي في السؤال طب لو قلت ممكن قول واجيب الجوء السؤال ومنفي لا أريد الذهاب إلى السينما ممكن قول أو أنا لا أريد أو أو لا أحب السينما لا أحب السينما لا ممكن قول بعدها أحب أشوف الأفلام في التليفزيون يبقى وي وأي حاجة تؤدي نفس المعنى اللي في السؤال ونو وأي حاجة تؤدي عكس المعنى اللي في السؤال النوع الثاني لو كستيون نيجاتيف السؤال نفسه فيه نيجاتيون في نافيه يعني هتلاقي في السؤال جوه السؤال اللي أنا قلته في الثلاثة أشكال ده فيه ني و با هل أنت لا تريد أن تخرج هو نفس السؤال هنا بأسك وهنا من غير أسك هنا إيه اللي لفت انتباهك اللي لفت انتباهك أو انتباهي أن السؤال فيه ن و با أول معينك تيجي على الن و البا اعرف أن عندك إجابة من اتنين وركز يا جميل سي أو نو يا إما سي يا إما نو أنا في السؤال المنفي ديتك معنى المعنى ده منفي يعني المعنى هنا بتاع أنت لا تريد الخروج طب أنا عايق المعنى ده منفي أنا عايز أثبته المعنى المنفي لو عايز ترد عليه بالإثبات هتقول سي جيفاء عليو سيني سي جيفاء سورتير وصلت يبدو هو بيقول لي تي نوفي بستورتيخ هقوله سي جيفاء سورتيغ أيوة أنا عايز أخرج أو بلى أريد أن أخرج ممكن أقول له سي وأقول نفس أي جملة تانية تؤدي نفس المعنى بتاعنا أنا عايز أخرج يعني هو بيقول لي أنت مش عايز تخرج هقول بلا عايز اخرك انا بحب الخروج انا ما عنديش واجب وبالتالي عايز اخرك وصلت الفكرة يبقى توصلك اهم حاجة الفكرة بتاعت السؤال السؤال لو منفي يبقى عندك اختيار وانت مغمى كده اختيار من اتنين اما سي اما نو سي لو عندك اجابة تؤدي فكرة عكس المنفية في السؤال اما لو قلت نو هتقول نفس السؤال مش عايز اخرك او عند واجبات طالما عندي واجبات يبقى مش هخرك او ممكن يقول لا انا سوف اقرأ طالما هقرأ يبقى مش هخرك يعني هنا اداني جملة مختلفة عن الفكرة اللي في السؤال ارجو يكون الفيديو عجبكم ما تنساش لو عجبك الفيديو عندك اي سؤال اسألهلي في كومنت سابسكراب للقناة عشان يجيلها كل جديد شير للفيديو الاصدقائك واصحابك شكرا الى اللقاء مع فرينشاو دوت كوم مسيو وليد مصطفى او رفوار